نجوم العلوم تنبيه تطور العلوم لن يكون بدون الوقوع في الأخطاء أخطئ وحاول مجددا يا مرحبا في البداية تحية وشكر لكل طبيب وطبيبة يقومون بعملهم في وقاية الناس من الآلام والتخفيف منها فهي بلا شك مهنة نبيلة جليلة قال عنه الذهبي كان ذكيا صاحب فنون ومناظرة واحتجاج وكان يداوي الفقراء من ماله انتهى وقال عنه ابن أبي أصيبع في عيون الأنباء في طبقات الأطباء وكان في أيام المقتد بأمر الله وقد جعل باسمه كثيرا من الكتب التي صنفها وكان من المشهورين في علم الطب وعمله وهو تلميذ أبي الحسن سعيد بن هبة الله وله أيضا نظر في علم الأدب وكان يكتب خطا جيدا ومنسوبا وقد رأيت بخطه عدة كتب من تصانيفه وغيرها تدل على فضله وتعرب عن معرفته انتهى نجمنا اليوم هو الطبيب يحيى بن عيسى بن علي بن جزلة أبو علي البغدادي الذي ولد ونشأ في بغداد في القرن الخامس الهجري كان نصرانيا ثم أسلم سنة 466 للهجرة وألف رسالة في الرد على النصارى وكتب بها إلى إليا القس يقول ابن العبري فلم يزل ابن الوليد يحسن له الإسلام حتى استجاب وأسلم فسر بإسلامه أبو عبد الله الدمغاني قاضي القضاة يومئذ وقربه وأدناه ورفع محله بأن استخدمه في كتابة السجلات بين يديه انتهى وكان مع انشغال ابن جزلة بالسجلات يطبب أهل محلته بغير أجرة ولا جعالة بل احتسابا ومروءا ويحمل إليهم الأدوية بغير عوض ولما مارض مرض موته وقف كتبه وقبل أن نعدد بعض كتبه دعونا نتعرف على بعض إسهامات الدكتور يحيى بن عيسى بن جزلة على سبيل المثال وضع جداول تشتمل على شروح وافية عن كل مرض استعرض أنواع الأوبئة والأمراض وأوقات ظهورها ثم البلدان التي تنتشر فيها وطرق تشخيصها وكيفية علاجها تبع طريقة منتظمة في متابعة أعضاء جسم الإنسان وأمراضها ووضع ذلك في جداول تسهل على المثقف العادي في عصره استعماله في العلاج كان من الصياد للمشهورين في بغداد وقد أسهم في هذا الميدان من خلال وصف العقاقير والعشاب والأدوية وكل ما يستعمله الإنسان في التطبب من لحوم ونباتات ومستحضرات كيميائية ما شاء الله جميل دعونا الآن نعرج على بعض كتب ابن جزلة كتاب تقويم الأبدان في تدبير الإنسان صنفه للمقتدي بأمر الله رتب فيه ابن جزلة أسماء الأمراض في جداول مع وصف طريقة علاج 352 مرضا كتاب منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان صنافه للمقتدي بأمر الله ورتبه على الحروف وجمع فيه أسماء الحشائش والعقاقير والأدوية وغير ذلك شيئا كثيرا كتاب الإشارة في تلخيص العبارة كتاب ما يستعمل من القوانين الطبية في تدبير الصحة رسالة في مدح الطب وموافقته للشرع والرد على من طعن عليه كتاب تقويم الصحة بالأسباب الستة ما شاء الله علم وفير وإنتاج غزير توفي نجم المسلم الطبيب يحيى بن عيسى بن جزلة في بغداد أواخر شعبان سنة 493 للهجرة عليه رحمة الله طيب وصلنا إلى الختام ونجم آخر ينتظرنا في الأسبوع القادم نعرف أنه أول من حاول الطيران تحياتي نجوم العلوم خالد المصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر